المنزيكة بتاعت الفيلم كانت فعلاً درامية قوي ولكن ليس بالأسلوب التقليدي أو بالأسلوب اللي احنا متعودين عليه لما نحضر أعمال درامية كان في عنا فكرة اقترحها هاني واشتغلت عليها اللي هي فكرة التشوش بالأفكار وفكرة التشوه العزب يعني يكون في حالة من الغموض بالموسيقى وبرضو حالة من اللخبطة بس ما تكونش واضحة جداً ما تكونش مشاعر واضحة جداً فهو ده كان هو التحدي لموسيقى الفيلم انها تكون عم بتعبر عن الحالة النفسية بتاعت مونة زكي وباقي الممثلين ولكن من غير وضوح كامل الصعوبة كانت هو انه في بداية الفيلم المشاعر عند غادة وحالتها النفسية مختلفة جداً عن في نص الفيلم وفي نهاية الفيلم فالمشكلة اللي واجهتني او التحدي اللي واجهني هو اني كنت عم بدي مشاعر زيادة عن لزوم في بداية الفيلم او مشاعر واضحة زيادة عن لزوم في بداية الفيلم ده في التجارب الاولى يعني وكان النقاش دايماً بيني وبين المخرج هاني خليفة انه لستنا احنا في حتة ما فيهاش وضوح قد كده فكان دايماً السؤال هو انه طب هي دلوقتي بتحس بايه لانه المشهد ما كانش دايماً بيورينا بالضبط هي بتحس بايه ودي كانت حاجة داخلية محتاجين احنا نتكلم عنها انا والمخرج والمنتير فالسهولة حصلت في النص التاني من الفيلم لما صورنا نعارفين تقريباً هي قصتها ايه والصعوبات اللي بتواجهها ايه ففي مشهد انا بحبه قوي 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 في تقريباً التلت التالت من الفيلم مشهد طويل جداً وفيهوش حوار وهنا قدرت ادي مشاعر واضحة جداً لمونا زكي وهي بتمر في ايه وديت تيمة جميلة انا كنت حباها فالصعوبة خفت بعد المشاهد الاولية وبرضو يعني لما وصلنا للمشهد ده كنا already تحدثنا كتير 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 في الفيلم وفي مشاعرها فبقت المرحلة شوية اسهل لما وصلنا للنص التاني والتلت التالت من الفيلم اول فيلم مصري انا اول تعاون لي مع محمد حفزي كان بفيلم المعطف للراحل رفقي عساف فيلم اردني والفيلم التاني كان الفيلم العراقي جناء معلقة لأحمد ياسين الدراجي فقاتني مكلمة من محمد حفزي بعد شهرين تقريباً من عرض بعد شهر اكتشلي من عرض فيلم جناء معلقة بفنس وقال لي بتحبي تشتغلي على فيلم مصري عندك وقت لهاني خليفة فطبعاً كان يعني حاجة جميلة جداً اني اشتغل على فيلم مصري ودي بالنسبالي انه اول فيلم مصري يكون مع مخرج زي هاني خليفة ومع بطلة زي مونازكي وأبطال تانين نجوب تانين دي حاجة مهمة جداً بالنسبالي بالكرير بتاعي بالرحلة الموسيقية بتاعتي وانا بعشق مصر من زمان فكانت تجربة جميلة وان شاء الله تكون بداية مشاريع تانية من مصر لانه الجمهور المصري بيقدر السينما وبيقدر الموسيقى فبالنسبالي كمؤلفة موسيقية بيهمني كتير انه يكون شغلي مسموع من الجماهير المصرية وانه ان شاء الله يحبوه ويصير فيه طلب اكتر اني اعمل موسيقى تصويرية في مصر اشتركوا في القناة